اشتركوا في القناة لأنها تخشى يترشح لولاية جديدة عام 24 ألفين وطالبها بتعويض يقدر بأربعمائة وخمسة وسبعين مليون دولار تقرير حمزة الخطر أربعمائة وخمسة وسبعون مليون دولار هو التعويض الذي طالب به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد أن تقدم بشكوى ضد المحطة التلفزيونية سينان بتهمة التشهير ترامب الذي بات يتناول علنا فكرة أن يترشح للبيت الأبيض مجددا يرى أن سينان سعت إلى استخدام نفوذها الواسع للتشهير به لدى مشاهديها والقراء بهدف التغلب عليه سياسيا على ما جاء في نص الشكوى التي رفعت في ولاية فلوريدا وأخذ ترامب على المحطة خصوصا استخدام عبارة الكذب الكبيرة للحديث عن قوله بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 سرقت منه وجاء في الشكوى أن هذه العبارة استخدمت لأكثر من 7700 مرة منذ يناير من العام 2021 وفي بيان أكد الرئيس الأمريكي السابق أنه سيتقدم بشكوى ضد عدد كبير من وسائل الإعلام الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة بتهمة التشهير كذلك دوليا دائما أطلقت كوريا الشمالية صباحا اليوم صاروخا باليستيا المتوسطة المدى حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر في حدث غير مسبوق منذ العام 17-2000 دفع توكيو إلى تفعيل نظام الإنذار وتحذير السكان بضرورة الاحتماء نتابع التفاصل في حدث نادر قد تكون له هزات ارتدادية قوية التجربة الصاروخية الكورية الشمالية تتسبب بتفعيل نظام الإنذار المبكر في اليابان إذ ظهر على شاشات التلفزيون الوطني تحذير يدعو سكان المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للاحتماء داخل مباني أو تحت الأرض بعد أن حلق صاروخ لبيونج يانج فوق سماء اليابان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سارع إلى التنديد بتحليق الصاروخ فوق أراضي بلاده وقال للصحفيين إن ما حدث يعتبر عمل عنف يأتي عقب عمليات إطلاق متكررة وحديثة لصواريخ باليستية نحن ندين بشدة هذا الأمر آخر مرة حلق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان كانت في العام 2017 في ذروة مرحلة النار والغضب فهل ما حدث سيكون الشرارة الأولى التي قد تشعل أوار حرب في المنطقة أم أنه فقط استعراض للقوة وتحدي لحلفاء واشنطن في المنطقة دوليا دائما منحت جائزة نوبل للفيزياء هذه السنة مناصفة إلى الفرنسي الأسبي والأمريكي جون كلاوسر والنمسوي أنتون زينينجر تقديرا لاكتشافهم آلات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد التشابك الكمي التفاصيل في تقرير أسامة العمران تقديرا لاكتشافهم آليات ثورية في مجال علم المعلومات الكمية منحت جائزة نوبل للفيزياء مناصفة إلى الفرنسي ألان أسبيه والأمريكي جون كلاوسر والنمسوي أنتون زينينجر وأعلنت لجنة نوبل أن الباحثين السبعينيين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد التشابك الكمي وهي آلية يكون فيها جزئان كميان مترابطين بصورة كاملة أي أن كانت المسافة الفاصلة بينهما وقد مهد الكشف عن هذه الخاصية المذهلة الطريق لتقنيات جديدة في الحوسب الكمية والاتصالات فائقة الأمان وحتى أجهزة الاستشعار الكمية فائقة الحساسية التي تسمح بقياسات دقيقة للغاية مثل الجاذبية في الفضاء الجوي وقد تكهنت نظرية الكم بهذه الميكانيكا المحيرة ومع ذلك حتى ألبرت أنشتاين لم يكن يؤمن بهذه النظرية ويحصل الفائزون بجائزة نوبل في كل فئة على عشرة ملايين كارونا سويدية أي ما يعادل تسعمائة وعشرون ألف دولار تتم مقاسمتها في حالة فوز أكثر من شخص على سعيد آخر وفي أعقاب الأحداث المروعة التي عاشها الدوري الإندونيسي لكرة القدم وفي أخطر مأساة في تاريخ الكرة المستديرة توفي إيوان جونايدي المشجع الوفي لفريق آريما لأزيد من ثلاثين عاما بسبب التدافع في أرضية الملعب في الوقت الذي ذهب فيه إيوان جونايدي لمشاهدة فريقه المفضل لم يكن يعلم أطفاله أنها المرة الأخيرة التي سيرون فيها والدهم الذي توفي على إثر الأحداث المروعة التي شهدها الدوري الإندونيسي لكرة القدم حزن عميق خيم على العائلة خلال جنازة الفقيدي جونايدي البالغ من العمر 43 عاما وهو أب لثلاثة أطفال كان واحدا من بين 131 قتيلا لقوا حتفهم في أحد أخطر الحوادث الدموية في تاريخ الكرة زوجي كان مشجعا فخورا لفريق آريما منذ أن تأسس عام 1987 وحتى عندما يكون مريدا يذهب لحضور مباريات النادي وأشعر أيضا بالأسف على التحايا الآخرين مصرح الملعب تحول إلى بؤر دماء حسب صديق للعائلة أكد لهم أن جونايدي أرسل إلى المستشفى بعد الفاجعة وبعد ساعات قدمت الأسرة لتسلم رفاته ودفنه في اليوم التالي دون معرفة أي تفاصيل أخرى عن ظروف وفاته عمال الشغب اندلعت في الوقت الذي اقتحم فيه نحو 3000 من مشجع فريق آريما الملعبة بعد خسارته أمام سورابايا وبدأوا في مهاجمة اللاعبين الأمر الذي أدى إلى وقوع الكارثة بسبب التدافع إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث أبرز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونية البناء والإسكان في مصر حسام الدين رزق أهمية التكامل بين المغرب ومصر في مجال التبادل التجاري في القطاعات التعاونية وأوضح المسؤول المصري بمناسبة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مؤتمر مجلس وزراء التعاونية الأفارقة في دورة الثالثة عشرة أبرز أن التكامل بين المغرب ومصر على أعلى مستوى التقرير لشيمة جبران بين المغرب ومصر علاقات واعدة وتعاون ثنائي متعدد الأبعاد يشمل مجالات مختلفة هذا ما أكده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في مصر حسام الدين رزق في مؤتمر صحفي الزيارات المتواصلة بين الوفود التعاونية في كل الأنشطة تعكس جوانب التعاون المثمر بين البلدين الحقيقة بنكرم من خلال هذا المؤتمر تعاونيات الحرفية المغربية كأحد التجارب الرائدة التي تكرم على همش الجلسة الافتاحية للمؤتمر من ضمن أفضل خمس تجارب ومشروعات تعاونية على مستوى القرى الأفريقية هذا اللقاء الذي سيشكل مناسبة لاستعراض التجربة المغربية المشهود لها بالريادة في المجال التعاوني يروم أيضا بحث آفاق التواصل بين المنظمات التعاونية على المستوى الإقليمي والدولي وتعزيز التفاعل مع الدول الأفريقية كما يتوخى تبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الدول المشاركة وفي الخبر الوطني مشاهدين أكد النائب البرلماني وعمدة مدينة أنفيرس ببلجيكا بارت ديويفر بريباط أن مبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاح حول الصحراء هي الحل الواقعي لطي هذا الملف أكد النائب البرلماني وعمدة مدينة أنفيرس ببلجيكا خلال لقاء جمعه برئيس مجلس النواب أن مبادرة الحكم الذاتية التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء هي الحل الواقعي لطي هذا الملف أنا مقتنع بصدق المغربي في إيجاد حل لهذا الملف وأعتقد أنه مع كل هذا النمو الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة من الضروري أن نتحرك نحو إطار مستقر وشكل هذا اللقاء مناسبة تم التطرق فيها للنموذج المغربية في تدبير الشأن الديني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين وكذل التجربة المغربية في مجال تكوين الأئمة وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في موضوع آخر نظمت المندوبية الإقليمية للسياحة بالصويرة بشركة مع المجلس الإقليمي للسياحة بالصويرة لقاء تطرق إلى أفاق تطوير السياحة القروية والمجالات التي تتعين تنميتها وفرص الاستثمار في هذا القطاع لسيما بالمناطق الواقعة في ضواحي الإقليم نتابع التفاصل شكل مستقبل السياحة القروية بإقليم الصويرة محور يوم تواصلية نظم في بيت الذاكرة بمدينة الرياحة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تلقى محور على عدة نقاط أساسها وكيف نعشو السياحة القروية لأنه قيم الصويرة يزخر بعدة مؤهلات فإن شاء الله خارطة الطريق دينا لنعمل فيها لنروج السياحة القروية التي يجد مهمة بالنسبة للإقليم هذا اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة والذي يخلد هذه السنة تحت شعار إعادة تفكير في السياحة بالنظري لتبعات جائحة كوفيد-19 التي أثرت على النشاط والصناعة السياحيين خلال السنتين الأخيرتين ومن جهة أخرى تميز اللقاء بمنح جائزة أفضل القرى السياحية لرئيس المجلس الجماعي لسيدي كوكي على إطر تتويج هذه القرية إلى جانب 43 قرية عبر العالم مع اعتبارها مبادرة لمنظمة السياحة العالمية من أجل النهوض بالسياحة في المناطق القروية وتعد جائزة أفضل القرى السياحية اعترافاً بالقرى التي تعد أبلغ ميثار على السياحة القروية المتميزة والمتوفرة على مؤهلات ثقافية وطبيعية معترف بها دين النشر من مدينة سلا حيث أحيت مشيخة الطريقة الكتانية بمقرها الرئيسي بالمدينة العاتقة بسلا أمسية دينية تخليداً لذكر المولد النبوي الشريف موعد سنوي تحرص الطريقة على إقامته كل سنة بمختلف زواياها بالحواضر والبوادي نتابع معاً تقرير شيماء جبراء في أجواء رحانية تميزت بسلاوة فرضية وجماعية لآيات القرآن الكريم وعدد من الأذكار مع وصلات من المديح والسماعة احتفت مشيخة الطريقة الكتانية بذكرى مولد خير العالمين هذه المناسبة تأتي في سياق الفعالية الدينية الصوفية والثقافية التي تنظمها المشيخة بمختلف زواياها في الحواضر والبوادي احتفالنا اليوم لتجديد العهد مع المريدين والمحبين ومد جسور التواصل مع كل الناس من أجل التذكير بالمثل العليا للإسلام وبالشمائل النبوية المطهرة على ضع ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الحفل الديني محطة رئيسية ضمن الأنشطة الدينية والثقافية للطريقة الكتانية التعتبر حلقة وصل بين محب الذكر الحكيم الحريسين على إذكاء تعاليم دين الإسلام السمحة الطريقة الكتانية مدرسة علمية صوفية وسنية تقوم على التوعية والتقوى والتضرع إلى الله لنهل الحكمة والموعدة الحسنة نهاية النشرة ومشاهدين للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني m24tv.ma للقاء